الاحتجاجات وعلى سياسة الإدارة الأمريكية تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة تتصاعد إذ شهد مقر تنظيم العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض تجمعاً داعماً للقضية الفلسطينية وذلك على وقع تساع رقعة الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية ونظم التجمع على مسافة قريبة من فندق هيلتون في واشنطن حيث يقام العشاء السنوي بالتزامن مع قيام عدد من الناشطين برفع العلم الفلسطيني من أحد غرف الفندق وذكر تحدى المجموعات المنظمة للتظاهر أنها تريد إقاف العشاء تجاجاً على تواطئ حكومة بايدن في استهداف الصحفيين الفلسطينيين وقتلهم على يد الجيش الإسرائيلي ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وصور الشهداء الصحفيين في قطاع غزة مراددين الهتفات المناددة بجريمة الإبادة الجماعية المفروضة على قطاع غزة وكانت الشرطة وضعت حواجز معدنية في الشوارع المؤدية إلى الفندق وتم ركن سيارات للشرطة لمنع المحتجين الوصول إليه والعشاء التقليدي تنظمه جمعية مراسلي البيت الأبيض النافذة ويتخلله توزيع جوائز ومنح لطلاب يتخصصون في الصحافة إلى ذلك تشهد ثماني جامعات في العاصمة الأمريكية واشنطن تظاهرات مناددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومطالبة بوقف توريد السلاح إلى الكيان الإسرائيلي الطلاب نظم مخيما طالبيا من أجل غزة في مقار جامعة جورج واشنطن والذي يبعد خطوات عن البيت الأبيض مطالبين الإدارات الجامعية بوقف الاستثمار في شركات تمول الإبادة الجامعية في غزة ويشارك في الاعتصام والمخيم طلاب من جامعات عدة وفي السياق رفضت الشرطة في العاصمة الأمريكية ثلاثة طلبات حتى الآن بإخلاء المخيم الطالبي وفضله في جامعة جورج واشنطن ولسيما أن التظاهرات سلمية ولم تشهد أي أعمال شغب في المقابل يحاول فيه عدد محدود من المؤيدين للاحتلال الإسرائيلي استفزاز الطلاب إلا أن المناظمين نجحوا في إبعادهم حيث استفقوا أعضاء تدريس في الجامعات لحماية الطلاب المتظاهرين وارتفع عدد الجامعات التي انضمت إلى الحراك الطالبي في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية والذي يطالب بصحب الاستثمارات التي تستثمرها الإدارات في شركات تدعم إسرائيل إلى أكثر من 30 جامعة